يعيش مدرب منتخب الجزائر جمال بالماضي حالة من القلق الشديد منذ الإصابة الخطيرة التي تعرض لها نجمه إسماعيل بن ناصر حالة القلق ازدادت بشدة في الساعات القليلة الماضية وذلك بعد العملية الجراحية التي خضع لها نجم ميلان الإيطالي وسيتطلب ذلك فترة نقاهة لن تقل عن ستة أشهر وهو ما يعني أن اللاعب أصبح مهددا بالغياب عن نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 التي ستنطلق مطلع العام المقبل بكو الدفوار حيث لن يكون لديه متسعا كافيا من الوقت من أجل استعادته لنسق المباريات وأشار موقع لغازيت دوفناك الجزائري إلى امتلاك بالماضي لخيار مهم وعلى مستوى أعلى لتعويض بن ناصر في دور اللاعب الرابط بين خط الوسط الدفاعي والهجومي متمتلا في حسام عوار ذات المصادر كشفت عن وجود أمل كبير لدى بالماضي في قدرة حسام عوار على منح الفريق روحا جديدا لوسط الملعب لحين عودة إسماعيل بن ناصر خاصة وأنه يمتلك كل المؤهلات من أجل ذلك لكن هذا الدور يبقى مرتبطا بإيجاد نجم ليون الفرنسي لنادي جديد يسمح له باللعب بانتظام عكس ما هو عليه الحال خلال الموسم الحالي وكان بن ناصر قد تعرض لإصابة قوية على مستوى الرقبة خلال مشاركته مع الروسونيري ضد أنتير ميلون في دهاب نصف نهاء دور أبطال أوروبا وأجرى بعد ذلك عملية جراحية تتطلب مدة طويلة للراحة قبل العودة للملعب ترجمة نانسي قنقر